السلام عليكم إن شاء الله في هذا الويديو نشوفه تنظيم ومعالجة البيانات صفحة 61 تمرين رقم 6 حصل تلميذ بالقسم الخامس الابتدائي على النقاط التالية خلال 15 واجبا النقاط المعبر عنها على 10 النقاط وهي 678 645 7278 139 3 و 5 ألف أنظم هذه المعلومات في الجدوى الأسفال إذن فعدنا هذا هو الجدول لدنا النقاط وعدد المرات إذن أول نقطة وهي اثنان ننفى بالنسبة الاثنان إذن نبحث عن اثنان إذن لدنا اثنان هنا ثم إذن لدنا مرة واحدة إذن عدد مرات واحد ثم ثم ثلاثة 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 ثم ثلاثة 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 أخرى ثن فمرتين ثن اثنان مرة بالنسبة لنقطة اربعة. لنفع اربعة عدنا. احنا لنفع عدنا اربعة مرة واحدة. لنكتب. مرة واحدة. ثم بالنسبة لخمسة. لنفع خمسة. خمسة. ثم خمسة مرة اخرى. اذا عدنا خمسة مرتين. لنكتب اثنان عدد المرات. مرتين. نكتب اثنان. ثم بالنسبة لستة. لنفع ستة. لنفع لنفع لنا ستة. ثم ستة اخرى. لنفع كذلك. لنفع لنا ستة مرتين. نكتب عدد المرات اثنان. بنسبة لسبعة. لنفع سبعة. لنا سبعة. مرة تانية. هو مرة تالتة. اذا نفع للمرات تلاتة. ثم بنسبة لتمانية. لنفع لتمانية. لنفع لنا مرة. مرة تانية. لنفع لنا مرتين. نكتب كذلك. اثنين. ثم بنسبة لتسعة. لنفع لنا تسعة. لنا تسعة مرة واحدة. نكتب مرة واحدة. ثم عشرة. لنفع عشرة. لنا مرة واحدة. نكتب واحدة. لنفع سؤال باء. أحدد أصعر نقطة وكم مرة أو كم من مرة حصل التلميذ عليها. لنفع أصعر نقطة وهي. اثنين. حصل عليها مرة واحدة. ثم جيم احدد اكبر نقطة وكم من مرة حصل عليها. اكبر نقطة وهي عشرة وحصل عليها مرة واحدة. اكبر نقطة وهي عشرة حصل عليها مرة واحدة. ثم دال كم من مرة حصل على المعدل. اذا فالمعدل كيتحتسب من إنتذا показér مرت Belleau على عشرة. عدد مرت التي حصل على المعدله. وهي اذا فحصل على خمسة. خمسة. معدل خمسة. وستة. وتمانية وتسعة على عشرة. اذا نحسب عدد المرتة حصل فيها على هذle المعدلات. اذا فبالنسبة لخمسة حصل عليها مرتين، بالنسبة abundant silt Monsieur, seven or three. eight. مرتين تسعة مرة واحدة وعمل عشرة مرة واحدة. اذا فعدد المرات التي حصل فيها على المعدل وهي مجموعة هذه المرات. اذا اذا حسبنا اثنان زائد اثنان سوى اربعة. اربعة زائد تلاتة سوى سبعة. سبعة زائد اثنان تسعة. تسعة زائد واحد عشرة. زائد واحد احدى عشر. اذا فعدد المرات التي حصل فيها على المعدل وهي احدى عشرة مرة. اذا نكتب عدد المرات التي حصل فيها على المعدل وهي احدى عشرة مرة. اذا قلنا فالمعدل كيتحتسب ابتداء من النقطة عشرة على عفوان خمسة على عشرة حتى العشرة على عشرة. ها ما هو معدل النقطة التي حصل عليها في هذه الواجبات. لحساب هذا المعدل قد نجمعه جميع المعدلات التي حصل عليها خلال خمسة عشرة واجبا مقسومة على العدد الواجبات وهو خمسة عشر. اذا عدد او مجموع النقط هو مجموع النقط وهي اثنان مرة واحدة اثنان زائد تلاتة مرتين اذا زائد تلاتة تلاتة اربعة مرة واحدة زائد اربعة زائد خمسة مرتين اذا زائد خمسة زائد خمسة زائد ستة كذلك مرتين. ستة زائد ستة. ثم سبع ثلاث مرات. اذا سابعة زائد سبعة زائد سبعة. ثم تمانية مرتين زائد تمانية زائد تمانية. ثم زائد تسعة مرة واحدة. ذا التسعة زائد عشرة مرة واحدة. والكل مقسوم على عدد الواجبات اللي هو خمسة عشر واجبا. ثم اه اه اذا فنحسبوه هاد النقاط ومجموعها هو تسعون نقطة مقسومة على خمسة عشر. اذا عند تقسيم تسعون على خمسة عشر نجد ستة. اذا فستة هو معدل النقاط التي حصل عليها. ثم تمرير رقم اتنان. تعتبر فرنسا الوجهة العالمية الاولى في السياحات. الجدول يبين عدد سياح الذين زاروا فرنسا من كل قارة بالملايين. من بين التمثيلين. ما هو التمثيل الذي يحترم ما جاء في الجدول. اذا فعدنا هذا هو الجدول. عدنا السنوات من الف وثلاثة الى الفان وستة. وعدنا اه الوجهات اللي اه الوجهات العالمية اللي تجد الى فرنسا. عدنا اوروبا امريكا اسيا افريقيا. ثم المجموع. ثم عدنا هاد التمثيلين الميبيانيين. عدنا هاد تمثيل بالاميدة. وعدنا هاد التمثيل اللي هو بالقرص. ننفع عدنا هذا هو المفتاح. ننفع بالنسبة لاوروبا كمثلة هاد لون الازرق. اه الاسيا اللون البرتقالي. امريكا. اه اللون الاخضر. وافريقيا اللون الازرق الغامق. اهنا هادنا النسب. اه ديال اه زوار اه نسب مئوية. لزارة فرنسا في هاد السنوات الاربعة. اذا فهاد النسب تمثلت في هاد الميبيانين. ننفع نلاحظو الميبيان الاول هو هادا الميبيان بالاعميدة. اذا اذا لاحظنا فهناك عدنا آآ نلاحظو هالمفتاح يوافق ما آآ يوجد به هاد الميبيان. عدنا اللون اوروبا موجود. لكن عدنا اللون الاسيا موجود. اللونين الاخرين موجودين شبي. هاد المفتاح. اذا فهاد الميبيان خاطئ. اذا غضي نلاحظو فقط هاد الميبيان اللي هو على شكل قرص. اذا فعدنا هاد النسبة الكبيرة كتمثل عدد سكان او عدد زوار من اوروبا اللي زاروا فرنسا. اذا فاذا لاحظنا الجدول فاعلى نسبة كانت من اوروبا. اذا فعلا امريكا كتجي من بعد اوروبا. اذا ففعلا نسبة اه او تمثيل كيمبين بانه نسبة تانية وهي نسبة الزوار من امريكا. ثم النسبة التالتة وهي لاسيا فعلا فتمثيل كيمثل بانه نسبة التالتة وهي لازوار من اسيا. واخر نسبة او اصغر نسبة وهي من افريقيا. ففعلا التمثيل كان صحيحا. اذا فهذا هو التمثيل الذي احتراما ما جاء في الجدول. اذا فهذا هو التمثيل الصحيح. ثم تمرين رقم تمانيا la courbe suivante représente les températures relevées le matin pendant une semaine donc quelle température fésit-il le mardi matin et vendredi matin دونك غادي مشو المي بيان ادنا لندي ماردي مركودي جودي فندردي سامودي ديمانش لندي هنا كيمتلينا درجات الحرارة دان ادنا اه الصفر ما فوق الصفر وما تحت الصفر ادن درجات اللي فوق الصفر هنا والتحت الصفر كتمتل في تحت اه قبل الصفر. ادن فا غادي نشوفو درجات الحرارة اللي تخدات او اللي كانت عند يوم مردي متن ايوم تولتا صباحا دان مردي وهذا دان فا درجات الحرارة كفما كلاحظو هي هادي ادن زائد تلاتا دان ركتبو للمردي متن الاتمپراتير فيزي موس 3 دقري سلسيس ادن كنمتلو درجات الحرارة بي الدقري سلسيس بنسبا للمردي دان فا درجات الحرارة كانت ناقص 6 تا دانك نكتبو للمردي متن الاتمپراتير فيزي موس 6 دقري سلسيس بي بي كالجور دولا سومين اتيل جالي دانك هنا المطلب هو الايام اللي كتكون فيها درجات الحرارة من جمدة او اللي كتكون فيها ساقية معنى الساقية ايام اللي ككون عندنا درجات الحرارة منخفضة تحت من السفر من ابتداء من السفر والتحت دان فا البخار اللي في الهواء كيتجمد وكذلك الماء كيتجمد ادن فا غادي نحددو هاد الايام ادن فا انا جول مي بينا ادن لندي ادن موان 3 ادن جودي ادن موان 3 ادن لنده ادن موان 6 سامدي 0 دانك بتداء من لنده جودي vendردي ادن سامدي دان نتبه لنده جودي vendردي ادن سامدي ده جودي كريه لي variation دو تنبراتيغ لماتن ديران لسومين للمطلبنا هو وصف تغيير درجات الحرارة سباحا خلال الاسبوع. ده نفاقدي نحاولو نديرو هاد الوصف. ده نا لاندي ده نا لاتمبراتي. ده نا موان 3. ماردي ومرقدي رست constant. ده نا لس 3 ده غري. ده نا لان ده نزلت بحت ال من سيس. ده نا لانмуه. ده نا لاندي اغري. ارتيف البن من الهد السيلمة ده نا لاندي مطلب. ده ن medi حتى مع 72 إلى 3 قف فرغم ماردي ومرقدي ريس ستكون لدينا مجموعة من السفر. ثم نمرو التمرين. تسعة. الدياغرام ربريزونت لبريسيبتاتيون. نوك هنا عدنا هاد للميبيان كي بيين لنا تساقطات المطارية. ان كالي لما او البلي لبلي. نوك هنا المطلوب هو الشهر اللي كان في تساقطات اكتر. نوك هنا عدنا الميبيان. اذن فهنا عدنا اه الشهور من جنوية حتى الديسمبر. هنا عدنا ارتفاع اه من سوب المياه او مليمتر. نوك هنا الاجابة لأول سؤال. اذن هارجعوا الميبيان ونشوفوا اكبر عمود. اذن في اكبر عمود كما تلاحظوا. اذن فهذا هو العمود قام بالت Schrепken. اذن في اكبر عمود كما تلاحظوا الجنوية عمود؟ سوف يترج역 الموسيقى الموىء الموتى الموسيقى في السنبرة السلسلة المسيقية الموسيقى الموسيقى الى مؤكد في الهواء الموسيقى الموسيقى المثال السابق من التساقطات آآ الامطار خلال آآ شهر آآ آوت لي هو غوشت نوفمبر نوانبير سبتمبر شوتنبير ديسمبر ودوجنبير. دان غدا نرجع للتمثيل مبياني. دان فالعمود اللي كمتلنا آآ لما آآ آآ وهذا. دان غانا شوفوش حال للتساقطات. دان نادنا كاترون. دان نكتب هنا كاترون مليمتر. او نوفمبر. نوفمبر وهذا. دان صان قارنة مليمتر. كاترون مليمتر. سبتمبر. سبتمبر وهذا. دان صان قارنة مليمتر. دان صان قارنة مليمتر. سبتمبر. ديسمبر بي.issesمبر بي. سستم inspection. مليمتر ترى كالتر دو تتال مليمتر تطب أنه مليمتر تطب لديه مليمتر مليمتر دلتساقوتات المتاريخ لتالت الاشور الولار بي السنة دن نرجو المي بيان مليمتر 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 تطب تساقوتات 140 مليمتر فهر 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 سنة دعوية 100 مليمتر و مليمتر 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 سنة 0 plus 0 plus 0 c'est 0 4 plus 0 0 plus 8 12 j'écris 2 et je conserve 1 1 plus 1 2 plus 1 3 donc 320 mm donc en tout cas de la somme le voit 320 mm donc ce mot est là le nombre d'elles les mois le voit trois mois les épa 3 égale 106,66 mm donc le moyen est 106,66 mm c'est un peu d'être